يعيش اللبنانيون قلقاً وذعراً مستمراً إثرى تواصل الهزات الارتدادية شبه اليومية للزلزال المدمر الذي وقع في تركيا وسوريا قبل نحو أسبوعين ويتضاعف الخطر في ترابلوس إحدى المناطق المتأثرة بشكل مباشر بالزلزال حيث يهرع قاطنوها إلى الساحات المفتوحة خصوصاً أنها تضم مئات المباني المهددة أساساً بالسقوط وسط عجز الناس عن تنفيذ عمليات الترميم والتدعيم المكلفة أول هذا صار البيت خبت يعني صوت الحيطان تطلع مثل كل العالم حملنا حالنا وركدنا أنا بنتي الكبيرة بده حدا يحمله يعني لا ينزله الأولاد الصغار نزلنا هنا وهيك ومن وقت هني ما بيقبلوا يجوا على البيت بيخافوا تقف رانيا عجزة أمام منزلها المتصدع في القب في ترابلوس شمال لبنان وبحسرة تقر لرؤية بقلقها العميق من أن يكون مصيرها وعائلتها بقساوة مصير ضحايا زلزال تركيا وسوريا هنا في شوارع ترابلوس الفقيرة تنجلي مخاطر العيش في الأحياء القديمة بعدما ارتجت المنازل وتصدع معظمها ما ذكر آلاف الأسر أنهم يعيشون تحت سقوف غير آمنة تقاوم السقوط في أي لحظة كذا ليلة عمنام بالشارع عندي ثلاثة أولاد وزوجتي عندي ولد بالجامعة عم يروح من الشارع على الجامعة ما عمنام بالبيت ما القالب يعني بيطلع على السريع بيغير تابه وبينزل بفل وضع مأساوي باقي بالبيت ببدا تقع الكارسي ببدا تقع علينا كلنا وعلى مد النظر آلاف المباني المرصوصة قرب بعضها تفتح حكايات تاريخ من الكوارث والحروب تختزنها تلك المباني بتشققاتها وانهياراتها الجزئية وآثار الرصاص والقذائف الذي تركته الأحداث الأمنية على جدرانها يستوطن الخوف المنازل وصرخات استغاثة أطلقها السكان منذ سنوات لترميم بيوتهم الهشة أو نقلهم إلى مساكن أكثر أمانا لكن من دون نتيجة اليوم مع خطر الزلازل والهزات الارتدادية سبعمائة مبنى في طرابلس معرض للسقوط عشر بالمئة منها تنظر بكارثة على حياة قاتنيها انا كبلدية نعمل لو يجبنا وبعتنا لهم انزارات اخلاء طبعا في ناس خلوا في ناس ما عندهم لقدراء يخلوا عاما نحاول يعني هلأ عن طريق الحكومة طلبوا مننا استاتيستيكس يعني احصاءات للموضوع يبدو عندهم في مصدر حيقدروا يأمنوا منه مساعدات لهذا العالم وبحسب مقالة خبراء جيولوجيا لرؤية فإن موقع طرابلس الجغرافي وقربها من الحدود السورية يجعلها مع باقي مناطق الشمال الحدودية أكثر عرضة للخطر الناجم عن الزلازل والهزات من طرابلس في شمال لبنان جوانا نصر الدين رؤية